أعزائي جاء المسيح ودخل أورشليم وارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ من هذا أحبائي؟ يسوع عالم بكل الأحداث ولقد قبل مدح وتسبيح الجموع له والهتاف له أوصلنا لابن داود أي أنه الملك المسيح المنتظر الذي دخل منتصرا إلى أورشليم كل هذه الأحداث لم تكن صدفة كما ذكرت أنها كانت بترتيب إلهي بخطة إلهية محكمة بن سجمة المسيح أعلم التلميذ عن هذه الخطة وثبت وجه نحو أورشليم لكي يأتي ويتمم خطة الله من خلال الفداء جاء لكي يكون فصحنا كما قال عنه يحن المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ظن الناس أن المسيح دخل لكي يطيح بالإمبراطورية الرومانية لكن المسيح لم يأتي بملكوت سياسي لكنه جاء لكي يتوج ربا وملكا على قلوب وحياة الناس فمملكة المسيح لم تكن مملكة جغرافية تحدها حدود جغرافية ولم تقتصر على لغة واحدة لكن محبته للجميع لأنه أحب جميع الناس اشتركوا في القناة